موسيقى اهلا بكم في اولى حلقات برنامج استيفا مع عمر حافظ برنامج اسبوعي بكم ولكم خرفيا الملكية الخاصة مصونة تحميها وتدافع عنها الدولة هكذا قال الدستور ولكنه نسي استثناء ملاك الإجارات القديمة من هذه الملكية فهم في الواقع ليسوا إلا ملاك على الأوراق فقط فالمالك لا يستطيع اختيار مستأجره لا يستطيع فسخ عقده معه لا توجد مدة لهذا العقد قيمة الأجرة بضع جنيهات وأحيانا بضع كروش فأين الملكية إذن؟ قالوا لأجدادهم من أجل الحرب يجب أن تتحملوا فتحملوا قالوا لآباءهم من أجل العدوان يجب أن تتحملوا فتحملوا قالوا لهم إن الأمر أصبح شائكاً وسنحل الأزمة فصدقوا لأنهم كانوا يريدون أن يصدقوا ما أقسر تلك الوعود وما أقل قدرة الكريمة على التعلم عشرات السنين من الحوار المجتمعي جميع الأطراف أوضحت كل شيء ولا زالت الإجابات نحن بحاجة إلى حوار ما الهدف من الحوار إذن؟ إذا كانت كل غايته هي المماطلة والتسويف فلا زال بيننا من تربى على فلسفات الخوف من اتخاذ القرار لا زال منا من يؤمن أن إعطاء الحقوق ضعف والضعيف هو من له حق ولا يسر عليه وما كنا أبداً بأمة ضعيفة بل نحن خير أمة أخرجت للناس تتساقط الأبنية القديمة يومياً قاصةً في مثل هذا الطقس أو بسبب الزلازل اليومية التي نشاهدها ونسمع عنها ولا يفرق الموت بين مالك أو مستأجر فكان الموت أكثر عدلاً وإنصافاً من قوانين الإجارات التي فرقت بين مالك العقارات القديمة وبين أي مالك آخر في زل الجمهورية الجديدة وفي خضم قوانين يومية ينتظر المصريون انتهاء هذا العبث المسمى بقانون الإجارة القديمة والذي بالمناسبة لا وجود له في أي بلد بالعالم إلا في مصر أزمة أجمع الجميع على ضرورة الخلاص منها بداية من أعضاء مجلس النواب مروراً برئيس الحكومة المصرية حتى رئيس الجمهورية نفسه الجميع أقروا بأن هذا القانون غير عادل ولا بد من تغييره أما آن الأوان أن تتحول الرغبات إلى أعمال على أرض الواقع؟ أما آن الأوان أن يعيش المالك ويتمتع بأملاكه وأمواله؟ أما آن الأوان أن لا يشعر المالك بالظل والانكسار أمام أسرته لضيق ذات اليد؟ أما آن الأوان لأبناء المالك أن يتزوجوا كبقية الشباب؟ أما جاء الوقت أن يتمتع بالأماكن بشر بشر بدلاً من الحشرات والآفات المتعايشة في الأماكن المغلقة من عشرات السنين؟ ألم يكن أبناء الملاك أولى من تلك الحشرات؟ من أجل هذا وذاك نلقي نظرة على ملف الإيجارات القديمة لعلنا نعلم من الذي يركب رأسه الآن ويتمثل بدور شمشون على حساب هؤلاء وهل شمشون ذاته بمقدوره أن يعيش هو وزوجته وأبنائه وأن يعلمهم ويساعدهم على الزواج بعائد شقة لا تزيد أجرتها في أحسن الأحوال عن عشرة جنيهات قبل أن نفتح الملف عسى أن يكون لنا دور في حل وإنهاء تلك الأزمة التاريخية دعونا نلقي نظرة على هذا الوقت المغلق اللي قافل شايته لأن بقيمتها سبعة تمانية جنيهات وبعدين الجملة الشهيرة هرمي لك إيجارك في المحكمة دي بقت زي سلامه عليكم يروح يحط سبعة تمانية جنيه يضربهم في 12 شهر كل شيء في 12 شهر يبقت المحاني بتاعه يدخلهم في المحكمة شوفي النهاردة فقا لو إحنا تخلصنا من هذا القانون أكتر من خمسين في المئة من الأضايا اللي موجودة في المحاكم هتنتهي طب مين يذكر في الجولاء دي؟ مين يأكلهم؟ الثلاثين جنيه إيجار العمارة ولا العشين جنيه إيجار الفلة اللي متوزعين على تسعة ورصة نجيب من إيه؟ إن الشخص في سنة ما يعني أجر الإيجار الشقة بسلاسة بنيهات السلاسة بنيهات في وقتها ماتها الفعلية تحقق وتقابل المنفع لأن عقد الإيجار في نظام الإسلام نظامها شيء عقد مؤقت عقد مؤقت وليس عقد دائم إني بيجي مثلا نقولك إيه؟ تعالوا نخش نعمل نقاش في تغيير العلاقة بين المالك والمستاجر للإيجارات القديمة يوم الناس تقولك إيه؟ إيه لأ دي مكتسبات إيه وعتقرب؟ الناس اللي عملت المكتسبات دي الله يرحمهم ماتوا ماتوا من زمان واللي موجود دلوقتي أحفادهم طيب هم كان يشكلوا قد إيه في الكتلة السكانية اللي تنفس فيها القانون من الوضع الحالي إذا أنت بتتكلم على كتلة سكانية القانون دا تنفس فيها سنة 62 طيب من ال 62 اللي كان سكنين ساعتها واستفادوا من العلاقة ديت والتخفيد اللي تم هو مدى الحياة؟ مدى حياتهم وحياة أبنائهم وأبناء أبنائهم؟ ولا الموضوع ينتهي باه؟ أهلا بكم من جديد دعونا نرحب بالسيادة الحضور سيادة النائبة المحترمة محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان في الدورة البرامنية الحالية والتي تتعلق بها الآمال في حل القضية خاصة بعد تصريح تصريح السيد الرئيس أهلا بحضورك سيادة الدكتورة أهلا بحضورك وسيادة الدكتورة المحترم إسماعيل نصر الدين النائب الذي شعر بأهمية حل قضية الإيجار القديم قبل أن تتفاقم توابعه أهلا بحضورك أهلا بك خلينا نبدأ بدكتور محمد الفيومي دكتور هو مين اللي مفترض أنه يحل معضلة الإيجار القديم؟ وإيه اللي معطل حل المشكلة لغاية دلوقتي؟ هو طبعا هو ده تشريح قديم بقاله عشرات السنين والتشريح ده إدى حق للمستأجر أنه يتمد الإيجار بقوة القانون ومضت سنين في سنين وحكومات متعاقبة وكل حد كان يتحدث في هذا الموضوع نظرا لأنه موضوع شائك كان يقولك بلاش تتكلموا فيه سيبوه دلوقتي أما ليه يجي اللي بعد مني يحله ده اللي مشي فعلا فيه عبر حكومات متتالية لدرجة أننا برضو أقولك على حاجة أنا بدأت أتحدث في هذا الموضوع لأنه نحن حطناها على الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي وده السبب إيه؟ إنه إحنا الأول قبل أن نعيد الأجندة التشريعية نشوف أهم المشاكل المتعلقة بقطاع الإسكان أو المرافق ونحطها في جدوى الأعمال للجلسة عشان يبقى في جدوى الأعمال للجنة عشان يبقى فيه يعني دور الانعقاد ثاري فيه مناقشات لتهم الناس وتطلع قوانين تهم الناس هو العادة دايما أن الحكومة بتتقدم بالقانون لكن هذا القانون فيه أكثر من ذميل مقدمه فيه أدوار الانعقاد سابقة فجمعنا ده كله وحطناها على الأساس تبقى تحت نظر اللجنة ثم بدأنا كده بالراحة خالص نعمل كده جس نبضي للشارع عشان نشوف رأي الناس لقيت استجابة الناس لهذا الموضوع استجابة كبيرة جدا ما تخيلتهاش وبدأ كتير يتكلم في اتجاه إيجابي والناس بتتكلم في اتجاه سالبي وأرأ بتتعرض وأفكر بتتعرض وده طبعا حراك كويس قوي وإحنا شايفين إن إحنا بداية طيبة إن إحنا نبص في هذا الموضوع حساسية الموضوع ضررت إن الأخويا نائب سابق شقيقي نائب سابق وبقالي مدة ما شفتوش لقيته يقول أنا عايزك فجالي قال لي إيه اللي انت بتعمله ده قلت له بعمل إيه يعني قال لي انت إيه اللي خليك تتصدى لهذا الموضوع قلت له ده موضوع بيهم الناس وفيه ظلم شديد لفئات كثيرة وإحنا عايزين نحقق العدل وفي نفس الوقت نخدم الاقتصاد الوطني وكمان نعمل سلام اجتماعي فدي تلات أسس القانون لازم يتجه إليهم إن نحقق العدل ونساعد الاقتصاد والحاجة التالتة نبقى فيه سلام اجتماعي في المجتمع فقال لي طب ويعني انت اش معنى انت ما تسيبه يا أخي اللي جاهي بعد منك نفس الفكرة خايف علي يعني فقلت أنا مش خايف أنا بخافشي وحطي إيدي قال لي ده عيش ده ببي قلت له لو بقى أسد ده تصريح رائع من حضرتك بش يعني نقطتين عايزين نتكلم فيه أولا حضرتك قلت إن القانون على دور الإنعقاد الحالي على الأجندة بتاعتنا على دور النقاط الانشاء ده خبر كويس جدا النقطة التانية فكرة إنه هو قانون شائك يعني كان فيه إحسائيات طلعة من اللي هو قبل كده اللي هو أبو بكر الجندي إن عدد الوحدات الخاضعة على القانون الإيجاري القديم لا تزيد عن 7% وتصريحات السيدة الرئيس لما قال إن لو كان فيه حاجة اسمها اعتبارات اجتماعية الناس ماتت فأصبح فكرة إنه هو يبقى شائك ما بقتش زي الأول لأن بالفعل اللي كان ليهم محل في الاعتبارات الاجتماعية ما بقوش موجودين على فكرة أنا مش هبقى سعيد إنه يبقى شائك أنا نفسي يبقى شائك لكن هو شائك بدليل إنه عامل ضريق شديد والسبب إيه؟ إن فيه طرفين ما لكم استأكد والاثنين حتى لو فرضنا إنه عدد الوحدات السكنية بتمثل 7% من عدد الوحدات لو أني أنا برضو الرقم ده أتحفظ عليه شوية لكن طب يبقى إحنا دخلنا في 14% سبعة ملاك وسبعة مستأجرية يبقى دخلنا في 14% رقم برضو رقم مش سهل يعني لكن لكن تبص حضرتك ما إحناش حارسين أبدا على إن إحنا نعمل قانون إلا يحقق العدالة ده مهم جدا ثانيا أنا مريس يقول بنفسه في مؤتمر حكاية وطن إن هناك 2 مليون وحدة ثكنية من خديمة مغلقة مطبوط قال هذا الكلام وقاعد يكلم عدة دقائق في هذا الموضوع ويوجه في نهاية حديثه إن أجلس الدولة تشوف هذا الموضوع ده موضوع اقتصادي بحت وأنا النهاردة ما يبقى عندي أزمة إسكان وعندي 2 مليون وحدة لو دخلتهم الخدمة الوحدة الوحدة بتتكلف كامل مع إنهم دول عفكرة وحدات كبيرة مساحاتها كبيرة في أماكن مميزة جدا يعني تمانها غالي لكن سيبك من التمن لو أنا هعمل أنا كدولة هنشئ 2 مليون وحدة ثكنية جديدة عشان أقدمه للمجتمع اللي بيعاني من مشكلة إسكان هتبقى التكلفة كم تريليون كتيرة جدا إذن هو دو بعد اقتصادي وأعتقد إن إحنا ما نتكلم في البعد الاقتصادي في مسألة تهم كل الناس جاديرة إن الكل يسمع بالنسبة للبعد الاقتصادي وبالنسبة للمشروع القانون دكتور إسماعيل حضرتك كنت مقدم مشروع القانون لحل الأزمة ولكنه توقف لسبب أو لآخر معنى ذلك إن حضرتك من أكتر الناس اللي بيتدرك حجم المشكلة حضرتك تقدر تشرح لنا مدى مخاطر استمرار هذا القانون هو في الحقيقة بس قبل ما أقول المخاطر عايز أقول هذا القانون أصبح في منتهى الأهمية أن ننهيه ونعمل أو يعني نقر مشروع قانون جديد يصلح ما أفسده الظهر وأنا بقول ما أفسده الظهر لهذا القانون بقاله عشرات السنين وحجم من ظلم بسببه عدد كبير جدا ده لا يعني في المقابل أننا أجي على الساكن وقول له تفضل اطلع من سكنك لا يجوز ولا حد يقدر يفكر بهذا الشكل ولكن القضية هي ايه هناك حق يعني منزل من عند رب العزة والملكية القاصة إن واحد عنده ملك له قيمة وفي أرض الواقع ليس له قيمة ايه معنى الكلمة اللي أنا بقولها يعني تلاقي بيت مبني على أرض الأرض دي سعرها النهاردة مثلا سعي 2 مليون جنيه والمباني دي متكلفة حتى لو استخدمت فيه استهلاك طبيعي لأي منشأ والعمر الافتراضي لأي منشأ خرصاني مثلا 100 سنة وبالنسبة للمباني لحوائة الحملة في حدود من 50 ل70 سنة هذه القيم يكون مقابلها لازم نسبة منها وده الموضوع اللي قال عليه الدكتور محمد الفيومي الاقتصاد بقى مش ممكن هذا عوار اقتصادي يضرب في مقتل كل الجهود اللي انت بتعملها عشان تعمل اقتصاد سليم ما ينفعش يبقى عندي حاجة قيمتها 2-3 مليون جنيه وفي سوقها الاستثمار العقاري أو في أي شكل ما اعملها يكون القيمة الفعلية منها لا تمثل واحد على 20 الف او واحد على 200 الف يعني 10 جنيه ايجار شقة او 15 او 20 وانا بشتري انا كمواطن كيلو اللحمة ب350 جنيه غير منطقي في الوقت اللي كان فيه هذه الاجارات كان كيلو اللحمة لا يتعدى لا يتعدى 2 جنيه فعشان كده انا بقول هذه المفارقة لابد ان نضعها في الاعتبار وقلنا انا لما قلنا نعمل مشروع احنا قلنا لازم نحافظ على الثلاث بنود اللي قال الدكتور محمد الفيوم وهو السلام الاجتماعي لان هذه مشكلة بتشمل عنصرين في المجتمع مهمين جدا ملاك وسكان وفي نفس الوقت لازم احافظ على التوازن في هذه العلاقة وبس اساسها اعطي الحق والعدل لاصحاب لناس اديره والحاجة التالتة ان الاقتصاد لا يمكن ان اصلحه وفي عيب خطير زي موضوع الاشياء الخاص بتقدير او تثمين القيمة الايجارية في المقابل مع التدقم او مع الاسعار اللي موجودة وانا هقول لك عن دراسة انا يعني الحمد لله ده تخصصي اتعمل الدراسة مش على مستوى ماصر على مستوى العالم منظمات الدولية اللي التي هي لها علاقة بالاسكان عملوا دراسات قالوا ايه عشان احط قوانين للاسكان خاصة في موضوع العلاقة بين الملك والمستأجر لازم اكون محطوطة تبقى لمخطط علمي مزبوط درسوا لقوا ان باختصار كده ان قيمة الايجار السكني او القيمة اللي ممكن اي اسرة تتحملها في السكن تساوي او تعادل ما يوازي من 10 الى 15% يعني ايه من 10 الى 15% يعني المجتمعات اللي هي متوسطة وفقيرة لا يمكن ان تزيد القيمة الايجارية عن 10% والقيمة الايجارية في المجتمعات المتوسطة والفق متوسطة تقريبا 15% ندي مثال بسيط لو انا عندي واحد اسرة دخلها 1000 جنيه يبقى تقدر تدفع ايجار 100 جنيه لغاية 150 جنيه طبقا بقى حنقول الموقع والعمر الاقتراضي والشكل طب انا بقول المثال ده ليه؟ عشان ابين ان القانون مشروع القانون تضمن من ضمن الحاجات اللي تضمنها ان احنا نعمل حاجة اسمها صندوق التكافل الاسكاني كان في حاجة احنا كلنا شوفنا صندوق التكافل الاجتماع ومزايا والحمد لله ساعد اسر كثيرة على ان هي يعني تواجه الصعوبات الحياة وضغطات برضك ايه فايدته ايه لازمته وفايدته وفلوسه ده موضوع عايزين ثلاث ساعات لكن انا عايز اقول ان صندوق التكافل الاسكاني ده شغلته يدفع وده دور الدولة الفرق بين القيمة العادلة اللي هي تخص السكن وقدراتي المالية انا مواطن ده مرش هو من اللي يحدد لنا القيمة العادلة هقول لك هو القيمة العادلة بوزارة الاسكان عملت دراسة وهذه الدراسة من كانت يعني اخر دراسة انا شوفتها كانت من حوالي ثلاث سنين ونص او اربع سنين وقالوا ان الشقة الميت متر القيمة العادلة القيمة الايجارية العادلة وانا عايز اقول حاجة لما بنقول ارقامة جماعة لها علاقات بحاجات اخرى حقولها يعني مثلا انا بقول لي قالوا ان القيمة العادلة للميت متر مثلا ربعمائة جنيه الربعمائة جنيه دي حصل تضخم حاليا ما قدرتش اقولها ربعمائة يعني ممكن توصل لخمس ومية بس كده يا دكتور ما احنا بنقيد برضو حق الملكي ما هو ليس ما انا كمالك لا انا ما كمالكش انا على فكرة احنا مش قادرين نفرق من حاجة انا بحلي مشكلة ولكن كل ما هو بعد 96 ما عنديش فيه اي مشكلة لانه بيخضع للقانون العادي اللي هو العلاقة بين ملك ومستجر قيمة ومدة طيب فما عنديش مشكلة لكن انا بحلي حاجة انا حرجع للنقطة طيب انا حرجع للنقطة دي دكتور محمد حضرتك التواقف عند نقطة مهمة جدا وهو البعد الاقتصادي لحل قانون الاجار القديم فيه اموال كتيرة هتضخ لخزينة الدولة بمجرد حدوث حراق في قانون الاجار القديم ما المانع من استخدام الية اخرى لتقديم هذا المشروع طالما ان الحكومة حتى الان لم تقدم لنا مشروع لا لا مش في حديثي عن البعد الاقتصادي ما اصطتش ابدا دخل للدولة عشان ما يتفهمش الموضوع غلط ابدا انا بتكلم على ان انا النهاردة عندي الدخل القومي الاجمالي هيرتفع ارتفاع كبير جدا بدخول اتنين مليون شقة فيه الخدمة بدل ما هي معطلة ده ده البعد اللي طرحه سيدة الرئيس على فكرة طب هم وقالا النهاردة النهاردة انا يهمين الدخل القومي الاجمالي ليه لان نصيب الفرد بنحسبه ازاي الدخل القومي الاجمالي كله واقسمه على العدد السكاني دي نصيب الفرد فيه الدخل القومي الاجمالي وده المعيار اللي الاقتصاديين بيهتموا به قوي انه ده يبين ان الدولة دي دولة ثرية او دولة فقيرة احنا دولة ثرية وشكلها في الارقام تطلع فقيرة ليه لان عندنا حاجات كتيرة متعطلة ومش متقيمة ومش محطوطة ضمن التقييمات اللي بنجمع بيها اجمالي الدخل القومي الاجمالي فانا لو انه مش عايز اغر في الحتة دي قوي لكن اللي طرحه طبعا دكتور سماعيل نصر الدين وهو من الخبراء ومن الزملاء الاعزاء وله مكانة كبيرة عندي شخصيا وساعدت ان انا اطلع معا انا فوقت ابيه النهار لكن هو طرح طرح ووجد نظر ودراسة عميقة وهو انا عارف قدرته في التشريع يعني زميلته خمس سنين وشفته انه هو كان مشارك بشكل فعال اوي في صناعة القوانينه وضبطها وضبط حتى ضبط الصياغة فهو طرح حتة يجب ان القانون ما يغفلهاش هو دور الدولة دور الدولة لان الدولة مسؤولة على انها تدعم محدود الدخل واذا افترضنا ان انا النهاردة راجل قاعد في شقة ودخله محدود مش هقدر اقول له انت هاخد نص دخلك ولا تلتين دخلك اخليك تدفعه للمالك كلام محدش هيباله ولا هنقدر نفزه لكن نخلي الدولة تتدخل هنا وهو طرح فكرة صندوق الاسكاني ازي زي زي سندوق التكافل الاسكاني زي السندوق الاخرى الاجتماعية وفي مشروعات كتير الدولة بتتبناها ومدرات رئاسية فيها انها تبني سكن لكل المصريين وكلام ده كل لا ده دي تتحطف مع خريطة سكن لكل المصريين بحيث اننا النهاردة المواطن اللي مش قادر بعد المدة اللي هنحددها لتطبيق القانون ده التطبيق مش هيكون بأثر رفاق فوري التطبيق هيكون بعد مدة لازم مثل هذه الامور الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالناس لازم تؤخذ بالراحة كده واحنا عندنا قانون الناس مش ما خدتش بالها منه مع انه نفذ اللي هو قانون بتاع الاراضي الزراعية تحرير العلاقة في الاراضي الزراعية اه طبعا تم في 24-6 سنة 1992 في سنة 1992 وكان ساعتها وزير الزراع المرحوم الدكتور يوسف والي وعمل برضو مدة خمس سنين خمس سنين والناس كانت متفاعة وبدأت الخمس سنين تدريجيا والتدريج ده خلى القانون تطبق بدون اثار جانبية ده حي قد تبال سيادتك فعندنا تجربة هي بس اريد اقول لك نقطة مهمة مفيش دولة في العالم فيها القانون بتاعنا اللي هي بتاع الامتداد الجابري للاجار مش موجودة في اي حتة في العالم اللي احنا متفقدين به الان كل العالم العقد شرعة المتعقدين والعلاقة الايجارية بتخضع للقواعد العامة القانون المدني القانون المدني فانا النهاردة اريد ارجع للاصل للطبيعة ما بقاش في حالات ما نعيش في حالات السنائية على طول خلاص بقى احنا عايزين جمهورية جديدة جمهورية جديدة يعني يعني القواعد العامة تسري على كل المواطنين الدولة تتدخل هنا بقى عشان توفر له سكن في مدة الخمس سنين ولا العشر سنين اللي القانون هيترحها يبقى ده دور الدولة وهو ده دور الدولة الدولة اللي الاسف الشديد بتقوم بأدوار مش بتاعتها بتاخد من القطاع الخاص دوره تقوم بيه في الاقتصاد بالذات وفي نفس الوقت سايبة الدور الاجتماعي اللي هي مسؤولة عنه مسؤولة دستوريا عنه فالطرح اللي قاله الدكتور سمعين انا بقايده تماما احنا كده يعني بقى عندنا رؤية الى حد ما او اقتراحة اولا احنا عندنا مشروع قانون الدكتور سمعين كان مقدمه تاني شيء احنا عندنا تجربة زي ما حضرك ذكرت تجربة العلاقة بين المالك والمستاجر في الاراضي الزراعية نقدر ناخد بيها صحيح فهل ده ممكن يكون مرجع لحل هذه الازمة نقدر ناخدها بالقياس لا بصة انا كرئيس لجنة مش هقدر ابدي رأي في شكل القانون انا محايد جدا ومستمع جايد جدا وهنطرح للحوار المجتمع الواسع هذا القانون ونسمع الناس كلها اطراف طرفي الموضوع يتحدثوا براحتهم الاعلام يتكلم براحته المختصين والخبراء يتكلموا براحتهم قد تأتي افكار احسن من دي بس يا دكتور احنا بقلنا كتير اول في الحوار المجتمع لا 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 ما حصلش الحوار المجتمع كتير لا لا ما حصلش هو الحوار المجتمعي هنبدأه توم نفتح الملف وهنبقى نترايث قوي في اصدار القانون مش هيصدر بسرعة لازم يصدر زي بقية التشريعات اللي العالم كله بتشرعها انا حضرت في الكونجرس الامريكي شفت التشريع يعني القانون يوم ما يتعمل بسرعة ياخد له سنتين احنا بنعمل القانون في 24 ساعة مش صح يعني انا راجل معني اصلا بادراسة التشريعات والدستير والحاجات دي نفسي نفسي يجي علينا ديوم ان القانون يصدر ما ينظرش في تعديلاته الا بعد نصف قرن هو ده التشريع الصح مش نتباهى ان احنا عملنا القانون وتاني سنة بنعدله ده في قوانين بنعدلها تاني شهر بس ده قانون استثناء دكتور ايوا فندي قانون استثناء بقى له عشرات السنين وعايز اعمل قانون متوازن يحقق عدالة ويحقق البعد الاقتصادي ويحقق السلام الاجتماعي انا الثلاث حاجات ده لما حطهم عنوين عشان احققهم في قانون لازم ادرسوا كويس وبعدين ما تستدرجنيش ابدا في ان انا اقول رأي مؤيد او معارض رغم حبي للدكتور سماعين وتقديري لرأيه مش مقدرش اقول ان هو اللي بيقوله هو ده القانون وإلا هو يعارف يعني ايه التشريع هو حفظ دي حبيبا دكتور سماعين السلام الاجتماعي هداك ذكرته ودكتور ذكره طيب احنا عندنا يوميا عقارات بتسقط نتيجة اولا طبعا استحال المالك يقدر يرمم بالتمن البخس اللي هو بياخده من الاجرى يعني طقس واضح زلازل يوميا وحضرتك استاذ في كلية الهندسة ومن اكتر الناس اللي عارف خطورة استمرار هذا القانون في مثل هذه الاحوال رأي حضرتك ايه شو الحاجة يعني الموضوع دوت بلا شك موضوع لازم يتاخد في الاعتبار وهي المدة اللي تدرس فيها هذا القانون يعني طبعا انا يعني الدكتور محمد الفئن بيتكلم بالطريقة الصحيحة كيف تنجز مشروع عشان يبقى مشروع ما يفضلش كل ثلاثة شهر ولا سنة يتغير لكن موضوع القانون للإيجار القديم يعني انا يعني بقول حتى لان انا عدت حوالي خمس سنين نناقش في هذا الموضوع وبقول ان السلام الاجتماعي لابد ان انا احققه بس هنحققه بايه موكلمة السلام الاجتماع يعني ما خليش واحد يبقى اسرة زوجها متوفي وسيت بتربي ايتام وقول لها انت مطلوب منك تغدر الشقة دي وتروح لك شقة تشوف شقة بألف جنيه وهي اصلا دخلها ألف جنيه حبقى اغمش مظبوط لكن لما بقول سلام الاجتماعي عشان كده قلت عند القانون يخرج مقترنا بانشاء صندوق الاسكان الاجتماعي ليه في غرضه لاني لابد ان اعطي للملاك حقهم الناس دي ظلمت عشرات السنين وانا بحكي وقع في دقيقة ست جات قابلتني على باب مجلس النواب من ثلاث سنوات وقالتلي انا خصمتك يوم القيامة وانا بقيت مكسوف من الكلمة يعني ست بتقول الواحد هو داخل غير فبقلها ست ليه قالتلي عشان قانون الايجار الاديم انت بدأت وبعدين حطوا طوف الدرج وانتوا بقى بتظلمونا وراحت معها كيس كده كيس فيه ادوية وست قالتلي انا زوجي توفى وانا عندي بيت اربعة دوار باخد ايجار شهري منه مية وعشرين جنيه المية وعشرين جنيه قالتلي اقسم لك بالله الدواء اللي انا بجيب للضغط السكر عندي فوق تلتمية وتمانين جنيه دلوقتي بقى الف اذا لقيتها انها لا محقة ماينفعش السلام الاجتماعي انا بهدف لي ان انا اسرع في عمل هذا القانون ولكن ماينفعش يتعمل بنوم وليلة هياخد وقت احنا بقى الدراسة اتعملت هل نقعد ثلاث سنين هنقعد خمس سنين لا لا دكتور لا ده نقص ده اقول ان في نفس دوجل انعقاد يخلص بس نسا لا انا بتكلم على التنفيذ بقى بتاع القانون اش هدننفذه من ليه وليلة بالزبط هاخد فترة من ثلاثة خمسة ده بقى الحوار المجتمعي اللي نقدر يعني الحوار المجتمعي هيكون عن الفترة الانتقالية حتى يعود بالزبط طبعا لا لا هيبقى في كل حاجة ما في كل حاجة بس كل حاجة الحاجات الاخرى بطور بص حضرتك اذا اردت التشريع ان ينجح خلي الناس الاول ينقشوا مش المجلس النواب الناس ينقشوا واصحاب الشأن واصحاب المصلحة ينقشوا هو ده مين الناس انت عندك مالك وعندك مستاجر وعندك خبراء وعندك أساز الجامعة وعندك محامين رجال قانون رجال قانون ومحامين يعني وعندك صحافة وإعلام قوي مخبرك زي ده كل دول شركاء في الحوار المجتمع وقد يطل قد يظهر لنا فكرة مش مش مطروحة خالص من من قناة من القنوات شكرا اللي يمنع يعني كونوا أنتو أصحاب المبادرة مثلا في يوم وطلعتونا فكرة مش مطروحة إن شاء الله لسه مكملين حوارنا المهم جدا بس حنتلع فاصل ونرجع تلك أهلا بكم من جديد دكتور اسمعيل حضرتك في الدراسة بتاعتك أكيد كنت مراحز إن إن العقارات الخضاع القانوني الإجاري القديم مش مطبقة عليها الضريبة مزبوط طيب لو ألغينا القانون أو عدلنا القانون الدرايب دي مش إحنا أولى بها كدولة كحكومة في الظل الظروف اللي احنا فيها دي لا خلي بالك الموضوع مش موضوع ضريبة بس ده موضوع أكبر بكتير أولا ضريبة موجودة ولكن القيمة طبعا هتختلف لما القيمة الإيجارية تبقى القيمة العادلة هتبقى أكبر يبقى الحصيلة أكبر ده أول بان لكن خد المبنى نفسه هو أنا لما بطرق مبنى بدون صيانة إذا كان عمر الافتراض زي ما قلت لك لو كان هيكل خرصاني بيبقى في حدود المائة عام أو المباني الحوائط الحملة الجيدة يعني والممتازة من خمسين لستين أو سبعين سنة أنا لو معملت الصيانة لهذه المباني ما دي خسارة للسروة القومية هو البيت ما هو مجموعة تمن العقارات جزء من السروة القومية بتاعت مصر أنا آه مالك لكن أنا والآخر والثاني والثالث دي ده 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 الثروة في ذاتنا إذن الثروة العقارية أنا لما بعمل قانون يحفز الناس أنا كمالك لما لقى الدخل اللي جايلي بيديني الفرصة إننا نقدر أعمل صيانة أو أحط في القانون ما يجعل السكان هم يتحملوا يعني هيبقى لها صياغة لكن في النهاية الفائدة هتعم على بلد اسمها مصر نمرة اتنين الرئيس قال يعني موضوع الاثنين مليون شقة المليارات دي كلها مش دي جزء من السروة المصرية مفقودة ده خطة الدولة لإنشاء مليون وخمسمائة ألف وحدة خلال أربع سنوات إنت عندك أدها واكتر مغلق ولذلك برضك القانون شامل على إننا لازم أحط أشوف المغلق ده سببه إيه وأن نحط ضوابط ما ينفعش بأنا لي شائتين في قلب المحافظة كأسرة لازم واحد قافل الشقة لأكثر من عشر سنوات دون مبرر ما في ناس بتسافر عشان العلاج أو تسافر عشان تدرس بقالها مدة لكن لما بص لقي شقة مقفولة عشر سنين لأننا بطبع لها إيجار عشر جنيف شاك ده ظلم بين دي من الحاجات اللي مش محتاجة بقى فترة انتقالية ده محتاجة إن تاخد فترة زمنية من أقل ما يمكن عشان نرجع الحقوق بنا زي بعدين المحكمة الدستورية العليا منذ يومين السيد رئيس المحكمة الدستورية العليا كان بيعدد الأحكام الرائعة والمدروسة وده محكمة الدستورية أكبر مكان يعني في حفاظ على القانون والدستور من ضمنها عدد وشرح على الجزء الاعتباري الجزء الخاص في كل ما هو اعتباري لابد من حق المالك أن يسترده وأن نحدده في القانون وأن نشرد ستطلع القانون على فكرة يطلع بقى القانون يشمل أن دي مثلا مش محتاج ثلاث سنين ولا أربعة سنين سنة كافية المهم أنا أصد أقول أن القصة اللي تترتب على أن نحن هذا الموضوع يحل ستكون من كل النواحي الاقتصادي الإنساني العدال الاجتماعية الحفاظ على السر والعقارية يعني موضوعات بلا شك يعني نتائجها هتكون إيجابية على الكل وأول نتيجة إيجابية وده شهادة أقولها أمام ربي أن نرجع الحقوق للناس اللي تظلمت ومن حقها تستفيد وفي نفس الوقت وأنا قلت بحدده أنني أراعي الغير قادر ولن وانا قلت كان في بعض الإخوة طلعوا قالوا هيتردوا الناس بالربيوت كلام ده مش موجود ومش أنا لا أخلاقيا ولا الدكتور محمد رئيس ولا أي حد حيقدر يوافع على خانون يطرد أسرة من مكانها بدون مبرر لكن القصة قلنا فيه توازن ولازم وأنا برجع حق الناس دي وأنا بقول الملاك لو حق مليون مية وأنا برجع بحافظ على السلام الاجتماعي وبحافظ على الفئات التي لا تستطيع بالقواعد اللي احنا قلنا هتتحط عشان من عدش ومين اللي يشيل المستأجر الدولة ولا المالك لا اللي يشيل المستأجر لأنه مواطن والدولة شغلتها أنا رأي أن الدولة لو توجه جهودها في كل ما يخص مأكل مشرب مسكن المواطن من ناحية كل النواحي بتاعته هو ده دور الدولة الحقيقة سيب المشروعات للقطاع الخاص يشتغل سيب المشروعات الأخرى يعني يعني أنا إذا أقول الدولة والدولة على فكرة ما نقدرش نقول لها ما عملتش لأي يعني دليل لأن موضوع التكافل الاجتماعي ده أنقذ أسر كانت بتلم ما نقدرش نقول الكلام ده على الهوى يعني كان بيأكلوا ازاي مش هقول الوصف إذن الدولة لما بتخش بتنقذ وبتسلح وبتعمل برضك موضوع القانون القديم ده وجوده بصراحة يعني أقولي مش قادر أقولي لفظ حد يزعل مني فيه لكن يعني معيب أو عيب في حقنا جميعا أن يظل سكتين على النفئة مظلومة ومش عارفة تاخد حقها كويس جدا مهلي النائب دكتور محمد حضراك قلت أن الأجندة التشريعية لدور لنقاض الحالي من الوارد بل من الوارد جدا أن يكون قانون الإجار القديم على هذه الأجندة إحنا مستنين إيه هل إحنا مستنين الحكومة تبعت لنا قانون ولا إحنا عندنا آليات أخرى خاصة أن المادة 122 من الدستور أعطت الحق لكثير من الجهات أن هي تقدم مشروع قانون ومنها ستين عضو من مجلس النواب ده صحيح والمادة 122 من الدستور دي مادة مستحدثة في دستور 2014 دستير اللي قبل كده ما كانش فيها هذه المادة ما كانش بتدي حق للنواب أن يتقدم مشروع قانون أعطتهم كان من حقه أن يقدم اقتراح بقانون يروح اللجنة الشكاوي والمقترحات باعتبار اقتراح ثم اللجنة بعد كده تدرسه وتشوف ملأمته وتحيله بعد كده للجنة المختصة واللجنة المختصة تبتيت تدرسه لكن الدستور ده أكثر يعني مرونة في الحتة دي وخلى المشروع القانون يقدم من عشر أعضاء المجلس وفي قوانين كتيرة فعلا صدرت بناء عن طلبات أو مشروعات تقدم بها زملاء أعضاء مجلس النواب وأنا كنت منهم أنا لي قوانين برضو تقدمت بمشروعات قوانين أنا وزملاء إدية ستين عضو وصدر القانون مش شرط يجي من الحكومة لأن الأصل في التشريع أنه لمجلس النواب الأصل يعني عشان نرجع الأمور اللي أصلها مجلس النواب وشغلته هو أصدار القوانين أحد الوظائف الهمة لمجلس النواب أو أحد الوظيفتين الهمتين لمجلس النواب مراقبة وتشريع رقبة والتشريع ف هذا القانون إذا كاتل الحكومة متحرجة أنها تتقدم بيه ومش عايزة تشيل مسئوليته فيه من الأعضاء من يتقدم إن شاء الله ذائد فيه مشروعات قوانين فعلا متقدمة وفيه مشروعات قوانين في الدورات السابقة في الفصل التشريع السابق زي الدكتور إسماعيل ما كان مقدم مشروع برضه كل ده هتبقى أمام اللجنة لكن الألية اللي هتم بيها ما فيهش مشكلة ما عندناش مشكلة بيها يعني إذا كاتل حكومة تتقدم خير وبركة إحنا هنتقدم ما فيش مشكلة المتقدمين من زملاء موجودة يعني القصة ما فيهش إشكالية وإحنا بنأمل عشان ما تفهمش غلط أنا إن أنا هاعد أعمل حوار مجتمعي سنوات لا إحنا بنأمل أن ينتهي هذا القانون في الدور لانعقاد الحالي يتناقش ويحصل ويصدر القانون ويصدر القانون إن شاء الله إن شاء الله ده خبر جميل جدا ده خبر جميل جدا دكتور إسماعيل حنرجع تاني القانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستجر في الأراضي الزراعية اللي صدر في 24-6-992 ناس كتير كانت متوقعة أنه هيحصل مشاكل جار طبيعية أثناء التنفيذ بس ما حصلش حاجة حضرك شايف أن الوضع هيختلف في تنفيذ أو عند تعديل هذا القانون لا طبعا إذا طلع مشروع متوازن بيحفظ العلاقة الجيدة التي يجب أن تكون جيدة بين من يملك ومن يستأجر بالإضافة إلى أنه يغطي كافة المناطق الشائكة بقى أو الصعبة وأنا بقول أن المشروع فعلا لكل مكان متكامل ومتوازن سيتم تنفيذه بدون أدنى أي مشكلة بالعكس سيعيد العلاقة الطيبة بين المالك والمستأجر زمان كان المنلك والمستأجرين والله يا جماعة بيأكلوا من طبق واحد وكان لو المالك ساكن في البيت الأكل بيتوزع من هنا ومن هنا برضك أنا بقول لما قانون الأراضي الزراعية طلع خادث سلاسة والبساطة لأن أي شيء يعيد الحق إلى أصحابه لا يغضب أحد وإعادة الحق يجب أن تكون مجتملة على المحافظة على طرفي الحق يعني القانون هو كلمة قانون القانون يتعامل ليه عشان ينظم العلاقة بين الناس كلها وبعضها فخانون برضك الإيجار اللي حيتعامل جديد حيعيد تنظيم العلاقة بين الملك والمستأجر بأسلوب جيد وفي نفس الوقت عشان عندنا قانون قريدي شغال ومفوش منه مشاكل ما سمعناش عن قضايا بين الملك والمستأجر عشان بيجتمل على النصوص الطبيعية للسكن السكن ما فيش حاجة اسمها سكن مؤبد لا يوجد ولا يوجد في الدنيا أي قانون يبقى بيبقى أبدي لكن لما يبقى القانون بعد ما تعدل في 96 ودلوقتي كل الإجارات بتخضع للقعدة القانونية والقانون المدني علاقة من اتنين بيتفقوا على مدة وعلى قيمة خلاص الموضوع لن يظل وأنا بأكد إن إن شاء الله لو تم تنفيذ القانون بالشكل اللي أنا أتمنى أن يكون عليه إن شاء الله لن يحدث منه أي مشاكل بل على العكس هيعيد للاقتصاد المصري جزء من حقه اللي رايح وهيعيد للدولة جزء من حقه اللي رايح واحد بيقول لي أنا دلوقتي الحفيد الرابع يعني أجيال من الملاك ماتت الله يرحمهم جميعا الله يرحمهم وأحفادهم بيقولوا طب سابونا الورث ده وإحنا حتى لم نستفد منه إحقاق الحق أنا بيقولك دائما ربنا بيقف معه وإن شاء الله القانوني بإذن الله لما يتعمل أنا بطمنك لن تحدث منه أي مشاكل إن شاء الله إن شاء الله سنة 22 على فكرة أتذكر إن القانون ده لما كان بيتناقش كان فيه أصوات بتهدد بالوعيد وعظائم الأمور وإن هيحصل قتل وهيحصل مش عايف إيه والكلام ده كله للكلام ده كله ما خوفش المشرع وده اللي مخليني متشجع قوي في القانون ده ما خوفش المشرع المشرع مع إن الأرض الزراعية دي بقى متعلقة بالرزق الأكل يا خباك زي راجل عايش على الأرض ده بيأكل منها ما عندوش دخل آخر غيرها لكن المثالة تحلت خالص وإلى حصل إيه إن الأغلى بالأرض الزراعية ظلت في إيد نفس المستأجرين بقى تعديل القيمة الإيجارية وحصل حب بعد ما كانوا بيكرهوا بعض بقوا علاقتهم طيبة ببعض هو ده السلام الاجتماعي فأنا متوقع برضو إن عدد ليس قليل من الشواء هتبقى لنفس الساكنين بقى تعديل القيمة الإيجارية أما نعدلها بشكل تدريجي أو بأي شكل من الأشكال في الفترة البينية اللي هيصدق فيها القانون هنبص وصلنا للسعر العادي اللي بيقول عليه الدكتور سماعين وبالتالي هيبقى يقولك طبعا أنا اللي عرفه حسن مننا وعرفهش ليه همشيه واعمل له ديجار جديد وتمشي المسألة يعني المسألة أنا أعتقد أنها هتمشي سموز جدا وسهلة وميسرة بس مشجع بقى يبقى عادل بس وهنا نبحث على عدل العدل من وجهة نظر حضرتك يا دكتور يعني العدل مروش وجوه كتير بمعنى أن العدل هو العودة للأصل الحق القانون القانون نص صراحة والدستور نص صراحة على حق الملكية فإذا العدل هنا بيساوي أن احنا نعود مرة أخرى للقانون المدني ده صح ده صح 100% لكن في نفس الوقت مش هنرمى حد في الشارع ده العدل خلي بالك يعني أنا راجل قاعد في شقة وهي دخلي على قدها لازم بقى المشارع يتدخل ويربر الدولة إنها هتدي لهذا الرجل أولوية في الحصول على وحدة سكنية ده ده من ورية نظري برضه يعني العدل له وجهين برضه مش وجه واحد وفيه جزء متعلق بأصحاب الملك وفيه نوع جزء متعلق بالمستأجرين وده دور الدولة على فكرة ده دور رئيسي للدولة فأرجو إن إحنا ربنا يوفقنا وإن وإن حق هذا العدل وإن حق السلام الاجتماعي وإن وإن نضيف الإقتصاد القومي والدخل القومي الإجمالي يعني مبالغ كويسة ترفع مستوى الدخل المصري اللي بيئن دلوقتي إحنا عندنا إحصائيات دكتور بخصوص قانون إجراء القديم ولا إحنا عندنا إحصائيات قديمة لا إحصائيات اللي موجودة قديمة اللي موجودة في اللجنة قديمة لكن أنا هطلب بين الجهز المركزي للتعبئة والإحصاء يحدث لنا الإحصائيات دي لأن طبعا أي مشكلة في الدنيا إذا ما كنتش عارف حجمها مش هتحلها صحة لازم يبقى عندك داتة صحيحة موسقة من جهة رسمية ونتأكد إن هذه المعلومات أو هذه الأرقام أرقام مش 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 مزبوطة يعني عايزين أرقام صحيحة هنبني عليها القانون بتاعنا إن شاء الله إن شاء الله رب العمين طبعا نفترض إن إن إحنا عايزين بس يعني المشاهدين يتخيلوا معنا الوضع الحكومة أرسلت القانون هترسل القانون على لجنة الإسكان عند حضرتك وبعد كده حيتم مناقشة هذا القانون مزبوط هي دي يعني هي إجراءات شكلية بترسل الأول على رئيس المجلس ورئيس المجلس بيعرضوا على المجلس اللي يحيلوا اللجنة المختصة اللي هي لجنة الإسكان لجنة الإسكان بتنقشوا بتنقشوا مع الحكومة الاستماع أو حوار مجتمع يتعمل مفيش مشكلة وبعدين في الآخر بيتعمل النصوص وتتراجع ونقشها المجلس بقى بعد كده بعد ما اللجنة تخلص في جلسة عامة متى نقشها في جلسة عامة وأقرها بتروح بقى للسيد الرئيس عشان يصدرها طيب إحنا ممكن في ظروف زي دي أو حصلت قبل كده اللي إحنا نستعين مثلا لمجلس الشورى معنا في هذا الأمر ده لازم هيروح لمجلس الشوخ لازم يحصل الأول ولا بعد إذا جيه على الحكومة بتحيله للمجلسين في توقيت واحد إذا كان جاي من الحكومة إذا كان مقدم من الأعضاء من أعضاء مجلس النواب بيحيلوا رئيس مجلس النواب لمجلس الشوخ ومجلس الشوخ يناقشوا الأول عشان يبدي ملاحظاته لأنه هو المنود بإصدار القانون هو مجلس النواب لكن مجلس الشوخ يدرس القانون يقول ملاحظات عليه أو يقول مثلا نصوص مقترحة وبعدين دي بتيجي اللجنة بقى اللجنة بتشوفها هل النصوص دي تتفق مع النص اللي احنا هنصدره ولا هنعدله ولا هنغيره يعني بتمشي كده تمام جدا دكتور اسماعيل يعني بشكل ملخص كده حضرتك شايف ننهي الأزمة دي نهائيا في نوعات محددة ننهي الأزمة ديت بإصدار قانون جديد للعلاقة بين المالك والمستجر يعطي كل دي حق الحقة ويحافظ على حقوق من لها حق يعني أنا مالك حقي إن إيجار الشقة بتاعت يبقى دي كده يبقى لازم أدينه هذا الحق الساكن له حق على الدولة أن هي تضمن له السكن المناسب اللي يقدر يعيش فيه لو دخله ما يسمعش وإحنا قلنا بناء على شيء علمي مخطط في العالم كله بيتعمل وهو أن دخل الفرد ما قدرش أخذ منه أكتر من 10 إلى 15% قيمة إيجار سكن أو ما قدرش أنفق بين ما يدخل علي أكتر من 10 إلى 15% هذه القيمة أنا كدولة دوري إن لو أنت دخلك مش حيسمع بهذه القيمة اللي هي حق المالك اللي لازم ياخده أنا كدولة بخش أدفع هذه القيمة مباشرة للملاك عن طريق صندوق التكافل الإسكاني مصادر هذه الفلوس المجال هنا أنا مش حيسمع لا موجود ومصادر كافية وحيخش كمان مبالغ حيتجيلي من ضرائب العوائد و و و وزارة الأوقاف لوحدها يخش لها فوق 20 مليار جنيه أنا حسبتهم 20 مليار جنيه يا جماعة هذا القانون أنا بقول فويده ملوش عيوب نهائية إذا رأينا كل الأطراف يعني هي القصة الوطر كله بالشغل عليه طبعا ده هتضر الساكل لا مفيش قانون هيتضر فئة من فئة الشعب لأن اللي بيعمله الشعب هو مجلس النواب ده مش بيمثل الشعب لكن بنحط في ضوابط و إعطاء الحق لصاحبه وده أنا بقول الضمانة الوحيدة لأنه تتحقق العلاقة جيدة إن الحق يعود لأصحابه تمام جدا دكتور محمد في النهاية بس حضرتك دورا لأن العقاد ده حينتهي أمتى بينتهي في أعتقد في شهر سبعة مش كده تقريبا سبعة شهر سبعة بعد الميزانية بعد الموزنة يعتمدها المجلس يعني إحنا دلوقتي في نص واحد أو آخر آخر شهر يناير دورا أن العقاد ينتهي في شهر سبعة يعني إحنا قدامنا تقريبا ستة شهور ستة شهور نحل القصة دي بإذن لرب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنا بشكر حضرتك جدا دكتور محمد بشكر حضرتك جدا دكتور إسماعيل في النهاية القانون دوره إنه يحمي حق الملكية وأفسد حقوق الملكية إنك تقدر تتمتع بملكك تقدر تختار إنت بتأجر لمين ولغاية إمتى تقدر تحدد أجرة السكن تقدر تحس إنك مالك الإيجاري القديم ورم ورم خبيث ضرب المجتمع المصري وفي انتظار الطبيب اللي حيقدر يستقصلهم شكرا لكم ونشوفكم الإزواء اللي جاي بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم